بسم الله الرحمن الرحيم يوم جديد مع بوكس تو بوكس مع شبانة حلقة نهاية الأسبوع الأسبوع ده أسبوع غير عادي أسبوع مليء وعامر بالأحداث الرياضية بدايته نهاية دورة أبطال أوروبا الريال لفربول نهاية أبطال أفريقيا النادي الأهلي والوداد وما صاحب المطش من أحداث معسكر المنتخب الوطني وبدأت استعداداته لمشوار البطولة التمنى أخيرا طبعا كلنا شفنا مبارح مباراة الأرجنتين وإيطاليا والتقلق الكبير لميسي أحداث كثيرة هنتناقشها النهاردة مع ضيوفنا الكرام نجوم ETC طبعا كالعادة بيشرفني ويشاركني في التقديم زميلي الأستاذ أحمد الفضري أهلا بك أسبالية والنجم الكبير أخطر خطير كابتن أحمد عيد أهلا بك يا كابتن حبيبا أستاذ أحمد طبعا حبيبا أستاذ أحمد طبعا حبيبا أشرف ليا شايف الأسبوع ده فعلا أسبوع عمران بالأحداث الرياضية أولي اللي يتكرر الأسبوع ده كابتن يبقى مليان بالأحداث دي كلها أهلا أسبوع جميل طبعا بداية بفوز ريال مدريدي وأنا راجل مدريدي ومنبرح تكونت تشجع ريال مش مع الناس اللي تقولك ما ينفعش أشجع فريقه أنا بصلاح بأتمنى له كل خير طبعا في مسيرته الاحترافية راجل الأسطورة المصرية اللي شرفتنا في كل مكان في العالم في أي ملعب دخله في العالم ورفع من قسم مصري طبعا لكن في النهاية أنا مشجع لريال مدريد من سنة 97 فالموضوع بالنسبة لي موضوع مختلف آه أتمنى لصلاح التوفيق لكن أنا شجع فريقتي ما فيش مشكلة خالص وطبعا كنت ضد التطاولات اللي طالت كابتن محمد صلاح أو طالت محمد صلاح لفترة اللي فاتت ومش معاها خالص يعني حدثنا على استقبال الجماهير يا كابتن أحمد قبلها بيوم وإن التحرق الكرة الوزارية تحرك بس لأسف ما فيش أي تحرق حتى النهاردة كلها صاخطة عن اللي حصل مع الكابتن محمد صلاح وبتقرب بينه وباستقبال صلاح أنا اللي عرفته أنه شخصيا ما كانش حابب وهو كان جاي في وقته ما كانش حابب يخد الناس متواجدة كتير في المطار وهو يعني مركز أكتر الفترة اللي فاتت حتى شوفنا له تويتا النهاردة ومنزلها اللي هو بيتكلم أنه خلاص كان نفسه أكتر واحد يجيب دور الأبطال ديت لنادي ليفربول ويرجعها تاني النادي بس ما حصلش وهو بيبدأ يفكر في المسم الجديد وعازل المسم الجديد يبدأ من بكرة بتصريحه النهاردة ده اللي هو مركز وخلاص اللي فاتت خلص يعني مركز مع ليفربول ولا مع المنتخب مع ليفربول هو التغريد اللي قالها النهاردة على ليفربول وبداية من السيزون الجديد السيزون الجديد بقى بدايته هيبقى منتخب مصر هو الرجل ملتزم مع منتخب مصر وأول واحد موجود في المعسكرة أنا أقصد نهاردة في المنتخب وبغرض على المهاردة على ليفربول ما فيش مشكلة خلاص هو منزل سورة عشان يقفل الكيلو القل اللي هو رايح هنا أو جاي من هنا ده بيأكد اللي هو مكمل مع ليفربول يا فرحت أنت بقيت الأسبوع فرحت بقيت الأسبوع طبعاً مبرح بالنهاية بميسي أنا فرحان لميسي مع أن أنا مش يعني ميسي طبعاً من لعبها بالنسبة لي هو أحسن لعب في تاريخ القرى أنا مدريدي كمان بس أنا بقولي أنا شايفه ميسي لعب مش هتكرر طبعاً بأرقامه بأهدافه بالموهبة كان كمان يعني استعد ميسي اللي الناس بتتكلم عنه وقتم مبارح كل حدثه الصحف العالمية عن ميسي وتقلقه في المباراة هو الناس بتقولك هو ميسي يعمل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حصلت لمسي نفسه في كاس العالم 2014 خد أحسن لعب في كاس العالم في 2014 وهو ما كانش أحسن حاجة في البطولة يعني في لعبها في ألمانيا البنانيا اللي خدت للبطولة وقتها كان في لعبها في ألمانيا كانت تستحق لها تاخد أحسن لعب في البطولة ومخذتها لكن الكلام على مسي في الكرة طبعا نحن مش هنقدر ما حدش يقدر يقيم مسي في الكرة حاجة غير طبيعية في الكرة طبعا احسن العيد في تاريخ الكرة بالنسبة� يا طيب الكابتن احمد عيد كان الاسبوع ده بنسبة له اسبوع يعني مفرح رعك انت في الاسبوع ده وكابتن اح طيب انا الاول طب انا كابتن احمد عيد حبيبي بس انا باختلف معاه مارضون اعظاى hemos العيد في تاريخ العالم في تاريخ الكرة المصائيل ماجهش زي مارضون يعني انا بالنسبةle انا برضه مش اختلف جامل الديان لا طبعا . وانا مدريدي زي يا كابتن احمد عيد بس أنا في الماتش مع الليفربول اتنزلت يوميها بس يعني أول ساعة ونص دول بس عشان خطر صلاح ورجعت في آخر الماتش خلاص بات ريال مدريد يعني ما عندش مشكلة يعني كنت باشجعه أما الريال كسب خلاص فرحان للريال طبعا ما فيش مشكلة خلاص يعني بس طبعا قلبي كان مع محمد صلاح دي ما فيش مشكلة طبعا أسبوع عامر كله الليفربول وريال مدريد طبعا حدث الأكبر نهي دور رابطة الأبطال اللي يعني برضو ما زلت كل ما هتيجي السيرة أقول إن الأهلي خاصة الماتش قبل ما يدخل الأهلي خاصة الماتش قدريا مش في الملعب الأهلي ما قدروش يفصلوا بين اللعيبة وبين اللي بيحصل بره الملعب الأهلي بيروح يكسب في أي حتة فالمرة دي لأ المرة دي الأدارة هي لتحمل المسؤولة دياء الكاس